عالم البيتزا عالم كبير تم اختراعها من أكتر من ألف سنة لتاريخ اليوم بعد عم تتطور ما فينا ننكر أنه هي المفضلة عند الصغار والكبار بحلقة اليوم الشيف جوزيف حبي يخدنا برحلة بعالم البيتزا المتنوع هاي شيف هاي مالك كيفك اليوم؟ شو اليوم؟ بيتزا كل مدى بتليك يبيع له بيتزا بيتزا فقالت عمل لها بيتزا ويحرسك في الش اللي خلق فاليوم اكيدة كمان البيتزا يبين عمل لها صارت مشهورة كل العرب يحبوها كل بلد عنده بيتزا طبعه مثل ما نعرفت الإيطالية هجر لها كتير بلدين مصبوط فكل بلد اكيدة عنده طعمته الخاصة بتلاقي بيعملها المهار كل مطعم اما كيف شخص بيعمل بيتزا طبعه اعتريده اليوم هنعمل هنا كم بيتزا هنعمل واحدة جوتن فري نيحة للاشخاص اللي عندن حساسية مصبوط هنعمل واحدة عجينة بلا خميرة هنعمل عجينة مع خميرة لا لا ما نشوف الفرق مية من مية هنعمل واحدة من شوية غريل بيتزا كتير طيبة حسنا زي عندك غريل فحم اما خطب بالبيت انت عمتعني مشاوية خرج تعملي مثل هاي العجينة تشوية على الجريل اكيد بحط عليها كل شي الجبنة واللحمة والطبن يعني شو مديك على الوجه مع الصوص البيتزا تطلع كتير طيبية لان ريحت اللي فحم تحطيها طعمة مية زي مثل البيتزا الفرن اللي على الحطب لكان اليوم يعني الحلقة هي خبر جدا صعيد لكل محبين البيتزا لحنشوف في خير الحلقة كيف هنعمل تحضير البيتزا على طرق عالمية متل ما بيقولوا ومختلفة مختلفة طرق مختلفة اوكا